السلام عليكم اخواتي العزيزات كدرتوا لبس عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناة اميرة ان دوشلند فيديو تحت عنوان طب ودافلوب وقبل ذلك اواش لكم مباركة بصحة والسلامة وارزق وقاعدك شليك اتمنى ويرضي هاد الفيديو اخواتي غيرش يبوليكم واحد عاسي كافي لانه اكيد اكيد غادي ايجي طويل فباش غادي نبداليكم ايه نبداليكم بواحد الماركة دي ما تتسولوني لها رأيك الشخصي والصريح وهاد الماركة الام واش زوينا عمارك جربتيها اللي هي ماركة ميكسا ميكسا اخواتي اولا بغيت نقول لكم رهي ديال لغيال باريس عارفتوا لغيال باريسي لقلت لكم شحال من الماركة عندها ستنصى ديمون ميكسا وصيرافي ولغوش بوزي وفيشي وإكسيت غال موي ميكسا اخواتي هادو كلهم تقريبا يلا بغينا نقولو كيتبعوا في الصيدة اليكينة ولا لا نعم المهم هادكشي علاج غادة تلقاوا الاغلبية ديال المكونات يفيهم السيليكونات يفيهم زيوت المعدينية الفازلين ودكشي حيتك يدخل بعض المرات في اطار العلاج كفيتة قيلة لكم انا شخصيا كنت استعمل الفازلين للضرورة القصوى مثلا كنت 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 نبني ورجلية تمشكل واحد درجة تشقق ولا ما نعرفه شنو كنو كنخدم الفازلين فازلين زيوت معدنية تقال عليها الكاتب كينين اللي تيقول فيها الإيجابيات كين اللي كيقول سلبيات وأنا شخصيا اي حاجة اي حاجة فيها شك ولا فيها شي موصيبة تقدر تدير من الاحسل الواحد يتفادها ولا على الاقل كما قلت يديرها للضرورة القصوى رجع لكم الماركات ميكسا مشيت بديت كان قرف جميع المكونات كان القزوية معدنية دفت شطوفة بلاوي سودا اغلبية المكونات اغلبية المنتوجات حتى لقيت هاد جوج هادو اللي جاؤو هاكا في دوزة يعني على شكل حك هادو هادو الاثنين بالضبط هما اللي طوب من ناحية المكونات يعني ما لقيت فيه مشي حاجة خيبة فقررت انه نشري واحد ونجربه لانه اه تتسولوني واش عمرك جربتي لا البنت مع عمرين ما جربت فاجربت هادا اللي مكتوبة فيه بانتانول كومفورت كما شفتوا في دوزة تبارك الله رفي 400 ميليلي لتر كاتبين انك تقدر تديري البشرة الواجه اليادة يعني من الفوق اللي تحشوفوا الجسم ديالك كله تقدر يتمير من ديبادك الكريم بالنسبة لحتى التيراميدي رتهو مكوناته رائع غير انا اختيت هادا اللي مكتوبة فيه للبشرة الحساسة وحتى الوليدات والناس اللي عندهم نويغو ديرميتيس الحاد المهم هادا اللي دوزة ضروري جدا نقول لكم انه خاصكم تخدموا واحد الملعقة دائما تكون معقامة مانقية يديال خشب يديال بلاستيك نبقى نجبد بها المنتوج ونستعمل نطبق مثلا في الجسم ديالي كامل ما كيلاقش انك تدخلي الأصبع يعني هنا البكتيريا مخاصش ترجع لبل ملعقة لبل يديالك يعني ضروري جدا هادا الحاجتها ينقوله اللي ما عجبنيش في الدوزة انا ما كانش مغلفة مثلا فيها واحد البابيت الاليمينيوم ومثلا واحد حاجة بلاستيكية مع انه المنتوج راس بارك الله ما شاء الله را ديرت قريبا شي 8 اورو المهم معلينا الشتركيبة ديالي مخفيفة يعني شوية تقيلة ماشيد غيكة تمتصر البشرة ديالي غير هو لاحظ انه فعلا كير طبزوين يعني من ناحية المكوينة وفاعلية غدا نقول لكم رغم ذلك طبا نعطي تسعود على عشرة هذا بالضبط اما ما تبقى راني شفتهم تقريبا كاملين فلوب قعكين اللي واحد في بلاوي بلاوي سودا نخلي لكم اكفس واحد وهذا واحسن واحد من ناحية المكوينة وجربت حتى الفاعلية هذا اللي جاء في الحق يعني الضوزة اللي اسم دياليه كومفورت لابنتينور كومفورت غدا امشي بكم اخواتي المحلمولة بالضبط للماركة الاسم ديالها افيو ماد ملي شفتها فكرتني فاش نعم في باليا ماد ديال الدائم بين قوسين اخواتي غدا نشارك معكم حتى بعض المنتوجات اللي جربت مؤخرا من السلسلة ديال باليا ماد ولكن دابا هدروا على افيو ماد للبشرة الحساسة كاتبين فيه البانتينور الجليسيرين مثلا هاد الغاسول اللي خدكم اه تقدت فيه كذلك الزيرو فيلمية ديال البارفان البارفان مفيش سيليكون مفيزيو المعدنية ومفيش الفارب شطاف الملونات الاصطناعية المهم تنزيد ولا المكون اللي كيرغوي ما بينو بين ما غالي ما رخيص ما اغريسيف ما مهم وخاكك في التوطال غدا نقول من ناحية المكونات طب نجيو الفاعلية الفاعلية اخواتي العزيزات شوية تركيبة ديالي شوية ماشي جارية يعني ليست بسائلة بحل ديال باليا ماد شوية جامع راسو تيرغوي تيب طب حسيت بفعلا كي نقلو جاو حسيت بان البشرة ديالي بحل ديالي نحن 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 نح بالنسبة للبشرة الحساسة مكوناته رائعة جدا فيه ماء اللويدل وفيه الالانتوين وفيه الجليسيرين صار حزوين غير انا ما عرفت عليش معجبتني شو واحد الرغوة فيها هذيك الرغوة جاني بحل اوميسيلاغ على انه يكون تونر وخاكك ما هيجلي لبشرتين لتحاجة المهم شوفوا جوجهم غدا نعطيهم ثمانية على عشر صراحة ماركة ديال افيو ماد كنشبه بزاف يعني الحد الان جتني الباليا ماد غير المنتوجات الاخرى ما نقدرش نقول لكم ما يجربت هذه الاثنان يعني خلوني نفكر انه نشري حتى شي كريمة من عنده معلش الله بعد امشي بيكم اخواتي العزيزات الى واحد السيرام ديال باليا ماد هذا باش يلا كنخرج جديد البنات كنت تقديته بعز زمن ديلكم عليه ريفيو سريع ومفيد المهم فيه سبع ديال الانواع قليك ديال فيه الكوعشرة المهم هذا البشرة شوية اللي فيها بدو فيها التجاعيد حيث الكوعشرة معروفة كتر طيب العام بالنسبة لي هات السيرام والله لها البنات صدمة زوين يعني تلقاوا سيرام بوحد ثامن مناسب جدا اللي يقدر يشبه لكم الصانتي يا سالم هذا الصانتي اللي تلقيته في محل ميولا تقريبا 14 او 15 اورو احسن ارواع سيرام انا كنت جربت في السنوات الاخيرة لدرجة اللي كانوا يحيدوه بخطرة من الصغتيمات ديال الدائم كنت تدقى عذا الشي اللي لقيت شي جوجو ثلاثة الباكيات كنت خديتهم وفعلا واحد راكمل واحد باقي فيه شي شوية وهذا الشي علاش دابا كنقلب على شي سيرامي يقوم بالمقامة ديال الصانتي والحمد لله لقيت هذا الليلة ديال باليال بنات صدق زوين خاصة من اللي قرأت المكونات عرفت انه فيه زيت الأرز وفيه كدلك زيت الباباسو فش نقول لكم تركيبه دياله خفيفة ضغياته تمتص البشرة كنت ديره العنق ديالي للوجهي يا سالم يا سالم الليلة دابا كنت نتقرم شي شوية على ديال الصانتي على ما يكمل ليا كندخل هذا مع هذا يعني هدو بجوجهم دابا هوما اللي يخطكم باش كتصاوب ولا باش كندير البشرة ديالي يعني كنرطبها فهدو من ناحية المكونات أخواش ما فيهم التحاجة تنظليكم على الكريمات اللي ما فيه لا فيه لا فيتامين سي لا فيه لا شي مقشير للتحاجة هدو عاديا تقدر تديرهم كل نهار تقدر تديرهم المرأة الحاملة تقدر تديرهم المرأة المرضية عمكينتا مشكل بعد امشي بيكم أخواتي الماركة الديتوكس ديال الماركة ألمانية وبالضبط الكريم ديال فيتامين سي اخذكم خداسو بتقريب امشي 15 أورو من محل الدائم شخصيا البنات كيعجبوني السيرومات على الكريمات واكتر واحسن اروع السيروم اللي فيت شكرا لكم راهو هذا تيال اسكوربيك اسيت 8% ديال دو أورديناري السيروم خفيف ضريف 8% غد سمعها كبيرة واحد الرقم ولكن انا شخصيا مدللتها يجلتها حاجة وكان عارف بزافة للناس اللي بشرتهم حساسة ورغم ذلك جمعهم هال 8% ونغمال موت يقولك بدي بواحد وانتي طالعة صارح السيروم ديال فيتامين سي ديال دو أورديناري رائع رائع جدا مي قلت اوكي مل احسن راكم عارفين كتديري السيروم وعدديري الكريم قلنا نجربوا هاد الكريمة هادي ديال ديتوكس ديال فيتامين سي أول حاجة قد انتقد مفيش النسبة المئوية واش فيه فعلا أسكوربيك أسيد الحقيقة ولا لا انا مشيو المكوينز قد ألقاه نعم كين جا في الوسط واللي معجبنيش فيه باقفان يعني المكوينز كلهم عندي ما نقول إلا هاد الباقفان اللي فعلا غدا تشموها حتى فنتي مليك الطبقة في البشرة ديالك واحد ريحة بحى الليمون واحد ريحة معجبت شخصيا الأضواق لاتونا قصركم عارفين الروائح وادك الشي بالنسبة ما تيرطبش ما تيرطبش هاد يعو تاني نيغاتيف في هاد ال الننتوج هادا تنحس بي ايه وجهه بحلا مش بعش ترطيب ايه شي حاجة دار زوينة تجبد لي الوجه تعطي واحد الايكلة زوين ولكن ترطيب ما كايينش كنحس بوجهه وخاكك ناقصه شي حاجة بالنسبة قرعة زجاجية مضليمة تاوى نفس القاضية البنات خاصكم معه شي العيبة باش تجبدين ومسا عوديش ترجع ذك شي باش البكتيريا والمسائيل اللي من اقدر نقول لكم مع مورول وقصة البنات لاحظت انه ماشي بحال السيروم ماشي بحال السيروم السيروم حسنة البنات با الف داراجة هذا نزيدكم نقطة اخرى من ناحية المكوينة فيه اسكور بيك اسي جات الوسط يعني ذك الحر الحقيقي اللي قطر يدير شي حاجة رغير في الباكية هنا من اللي قلبت اونلاين حيت شكيتها اللي بنات في الموضع الصراحة هات الشك ديه اللي خلاني نقلب على المكوينة في الاونلاين ومشيت الدائم ومشيت المولام ومشيت الواحد الصيدلية تنلقاه عرفتوا كينوا غالطين يعني هاد الكريم اللي شريتها انا اخذتكم كاتبين اسكور بيك اسيد جات الوسط ولكن في المكوينة مثلا اللي كانين في اونلاين جات اسكور بيك اسيد اللي بنا جات التحت بمعنى انها واحد الكمية ضئيلة جدا ترتيب ديه المكوينة يقولي النسبة المئوية يشح الكين في المنتوج فشي حاجة ماشية هذا المنتوج هذا ماشي فيه مئة في المئة اسكور بيك اسيد الحقيقي وحتى لكنت غاد تكون بالنسبة قليلة جدا حسب تجربتي الشخصية نقوله ونعوده بالنسبة لي المنتوجة الامتلقينا طوب ودفلوب غاد نقول لكم اخواتي العزيزات نعطي خمسة على عشر ما طوب ما فلوب غاد امشي بيكم اخواتي الماركة سان دين ساد الماركة خاصة بالدئم تدير واقية ضد اشيعة الشمس شريز هاد الاثنان غدا نعطيكم عليهم ريفيو ولكن ضروري نشارك معكم منتوج ديه سان اوزون البنة بقي عجبني بقي تيب طوب بقي احسن اروع وقد ضد اشيعة الشمس جربت في الدروغوري يعني ما بقيش البلت لك نشري لا غوش بوزي ما نشري اوغياج ما نشري التحجة غالية هذا قاضي الغرض ما كيعتني شديك الاكلة ودائما تنصحكم الى عجباتكم شي حاجة ديروا منه ستوك قبل ما يتغيروا المكونات او يختافي من الاسواع وده بعد رجع لكم سان دين ساختي ديال الدئم خديت هذا اللي مكتوبة فيه كيتس خمسين حماية للبشرة الحساسة مفيش مادة الاكتوكريلين يعني لقى البشرة الحساسة لبابة والوليدات الصغار مفيش بارفان مادة الاكتوكريلين فعلا مفيش مو من ناحية المكونات احسنوهم في المحل ديال الدئم هذا بالضبط وتبارك الله فيه ميات ميليليليتر وفيه تركيبه خفيفة بزاف وضغياته وكتمتصوا البشرة مشكلتي انا مع سان دانسة كلهم جربتهم الاغلبية من قوش كلهم الاغلبية فعلا وجهه البناس كيولي كيضوي وحد القلو خارق لي العادة اراكمين بعيد شاول البنات نهار كندير هذا ايجوني اسئلة شنو دير الوجه حيث كانوا لي ميدد ما ميدد ما وكان برين 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 لواحد درجلة تصور فبالنسبة لي متيجوش معاي للأسف الشديد تنقول يقدروا يجيو مع البشرة الجافة للبناس اما بالنسبة المختلطة والدونية انتي ميدد ما وغدي وجهك يزيد يتيد هذا بالنسبة الرقم واحد الثاني هو هذا اللي جاء في هات الشكل هذا شوفوا عنده واحد بحل البناصة بحل هذا عجبني لبناس عمسوا شنو جاني براكتيش لواحد يديروا الودينات بحل اميرة بحل لك ندوره مثلا ماليك تكوني خارجة في بلاس ما تبقيت تعاودت تطلسين بيديك فهذا سيسهل عليك المأمورية غير هكا يعني فهمتوني شنو بايت نقول حيث في هذه الكويرة تبقى تدورك المنتوج كي بداية توزع للبشرة وخاصة في البلاس اللي مكيوصلش اليوم الكريم بحل مثلا جيت الودينات ولا جيت الهني في العنق المهم جاني براكتيش هذا وخطة من ديالو طالع مقارنة مع الاخر ايهنا اخواتي غدا نستغل الفرصة باش نجاوب على سؤال واحد للاخت الا او فا و ا او و ب شنو فرق بناتهم الشنو معناتهم الايثنان يساوي الاشيعة الفوق بنفسجية وكين الاشيعة اللى كما كتعرفوا في ا ا ا ا وكين الفئ ا ا ا ب هوا رسم توضحي باش تشوفي الخطورة خاصة ديالا ذاك الله و ا ا الفئ ا ا ا كتبط يعني كتبمشي الاعماق الاعماق اللى يصد الله يحفظ تقدر تدير حتى سرطان الجلد بسفعة لامه هاد الايثنان بجوجهم خايبين اشعر في البنات كبير بانوا لكم الناس العربية مساكن انتصار فنحن دائما لاثداء الشيعة الشمس دائما لا تطور نخطي رائما اشعر في الى اشعر دائما اشعر في اشعر دائما ايضا لابناء كبير ضروري جدا أخواتي مننا وخاصة هنا في ألمانيا تنأكد لكم الأشيعة الفوق بنفسجية خطيرة وكتيرة أنا كاللاحظة غير فمن الضارتش ديال شوف ديالي اللي درت مؤخرا الليلة البنتت خلعت أنا عارفة كينا طالعة يعني النسبة ولكن لها الدرجة واو فاش نقول لكم ديالي شليش ديما فساكي واقضة أشيعة الشمس ووكاين اختكمها طاليسو طاليسو وخايت باليا يباليا يباليا ما كيناش الشمس فضروري جدا لأن المشكل عاويس اللي يصد الله يحفظ حروق البشرة وللحروق وكذلك اللي يصدر حتى السرطان الجيد رمتصوروش اللي بنتش حل هنا مرتفع في ألمانيا بلي درت واحد الفيديو رو واحد الأختيه أول تعليق قدرت له أن بيبن يعني تبتو مسكينة جهة في الوجه والليلة مغربية البنات جهة في الوجه فليهذا ردوا بالكم وديروا واقع تضع أشعة الشمس أخواتي والله يحفظ الجامعة أخواتي العزيزات كم ما أخذكم كانت منتوقعة غادة تفوت 15 دقيقة أكيد فهذا كشي علش غادة نقول لكم عدابة أخواتي انت ديروا جزء تاني وفي طبيعة الحال هاد الصور هادو اللي كتشوفو ديل هاد الماركة للي اسم ديلاغا وش غادة تكون هي البداية ديل فيديو ديالي القادم إن شاء الله بسببكم تلبية اللي رغباتيكم قلتوا لي شنو رأيك إلا انفغا وش مشي تشفت لكم المكوينة واخديت منتوجة نجربتهم تكونات عندي الفكرة للماركة بصفة عامة وإن شاء الله في الفيديو القادم غادة تسمعوا وش طوب أو دافلوب سلام عليكم أخواتي العزيزات